هذا هو صحن البيئلاوة اللي عليه الكلام نجيب اكبر مقلاي عنا وبحط عليها معلقة كبيرة من السمن الحيواني مو مش انشيب شا صحتك يا غالي وبس دهبت السمنة عندي بجيب لوز مؤشر خالص متل ما انتو شايفين وبسمي بنلاو بنزلن هيك ع السمنات ولازم نحمصن على نار هادية وهذا هو اللون الدهبي الجميل للي نحنا بدنا ياه بس برد اللوزات المحمصين بنزلن مع سمناتهم وهلا بنفرومن كتير منيح وهذا هو القوام المناسب بشوف على هالقوام بسم الله ما شاء الله وهلا بنقول كل الكمية اللي عندي على زبدية كبيرة ومنحط لهم شوية قطر مو مش انشيب شا صحتك يا غالي بحط عليهم شوية صغيرة من ماء الزهر ومنقلبهم مع بعض كتير منيح منجيب ورق الكلاج الجاهز من السوق ومناخد ورقتين وهلا بحط العجينة بشكل طولي وبجيب اي عود خشب المهم يكون رئيء وبحطه هيك وبطوي الورق اللي عندي عليها بهذا الشكل بدهنة سمنة كتير منيح وهي حشوتنا متل ما انت شايفين سويتها بشكل طولي هلا بسمي بلاو وبحطها هيك وهلا بنبلش نلفها ما بي علينا الا اخر خطوة اللي هي انه نقص على الاطراف هيك ونزم الرول زم بهذا الشكل وهيك لازم يطلع معنا هالمنظر الجميل شايفين هلا الختمية تبعة بحطها هيك لتحت وعلى مقاس الصينية وبسحب السيخ لبرة وكل الرول بخلصه على السريع بسمي بلاو بجيب السمنة هيك وبدهنه كتير منيح هلأ خلص كل الكمية اللي عندي ولا حطهم بالبراد هلأ منجيب السكينة هيك ومنسمي بلاو ومنبلش نقطع وهلأ مناخدها على الفرن وهلأ منسمي بلاو ومننزع عليهم القطر حسب الرغبة وما بي علينا إلا نختمها برشة فستق حلبي مو مشانش يمشها صحتي يا غوالي أربوا لهون وشوفولي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله هلأ بنقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله